استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ظاهرة زواج القاصرات عالميا وسبل الحد منها وأوضح المركز في بيان له أنه على الرغم من الخطوات الجادة التي خطاها العالم للحد من انتهاك حقوق الإنسان ما زالت هناك أبواب لم تغلق بعد ويأتي من ضمنها حرمان الفتيات من التمتع بحقوقهن كأطفال وتزويجهن بشكل قصري في مرحلة تفولتهن وأشار المركز إلى أن تقريرا لمنظمة اليونسيف أوضح أن العالم على بعد 300 عام على الأقل من انهاء زواج الأطفال مع توقع وجود أكثر من 9 ملايين فتاة معرضة لزواجها في مرحلة التفولة في عام 2030 إذا لم يتصرف العالم بشكل حاسم لانهاء زواج الأطفال